هوية بريس نحو إعلام هادف لأننا شرحنا للمعطية كم تحدثنا في التقييم لأننا كانت تابعي يوماً بيوم سبوعاً بأسبوغة، شهراً بشهر، سنة بسنة فالسانة كم تعدنا على المعطية هذه هي الدواء الثانية لماذا درناها؟ وقلنا له بالمناسبة وقلنا له بريس نحن نشوفه بل تجربة دواء ثانية لكي نصحح دورنا في المعارضة هو النبه لم نكن نصرع لن نبه الجوانب نشوفها بين قوصين السلبية قبل أن نبدأ سؤولوني الأخوان التلفازات المغربية ماذا تريدون كمعارضة؟ ما هي الإيجابية والسلبية؟ فالإيجابية ترويها السلبية هي التي تنبولها لكي يتداركها دائما يقولون إذا كانت عنده حسنة الديمقراطية والسياسية مرتبطة بعدة أمور ما هي الديمقراطية والسياسية مرتبطة بالمسؤولية ماذا أنت مسؤول في ما تقول أم لا؟ ماذا أنت نازيه؟ ماذا أنت صادق؟ المصدقية هي شيء كبير في السياسة للأسف الشديد، اليوم التي تراجعت السياسة سببها هو واجه هو أن نقدموا وعود في المستوى، نقدموا الوهم إلى غير ذلك لذلك نريد أن نرد أن نقول الرئيس الحكومة تكذب أو أن ننزل هو كشخص على هذا الشيء لأنه هو رئيس الحكومة لذلك نقلنا على كل حال، والسعب إلى رأكدها لأننا نسميها غير صحيحة، ونسميها مغالطة لأنه لا أعرف ما هو الذي يدارها عنوة أو أحد أخرين ونبدأ لأن هذا الشيء يوجد مستمر بها مع الحال هذا وبيضي لا كنت تخريقي بها أهلا بداية سيد رئيس عكوة عزيز أخير لنكمل الفيديو لا يوجد السواة بلا يشوف في سنة وكتحب تعافو بأنه كيف حشل معنا مجمشيكون وزير الكلام تيريه جيوب تليه وغطح نحوش مشتعوش سكسوني وشعب فتنتي خباز قلت الله سكسوني وشعب نجع لإريني كذ ما غاديتش نجع لتعيز وغادي القلب اللي خدمتها ليه دي الفلاحة لأنه قيد ده أنا مشاق أتروني تعرفون شو ملك شو ملك يقلب باشيكون وزير وكتحب تعافو بأنه كيف حشل معنا مجمشيكون وزير معتلات الكلام تيريه جيوبتين وغطح نحوش وشعوش سكسوني وشعب نجع لإريني سكسوني وشعب نجع لإريني لما لا يتعيز لأنه قلب اللي خدمة دي الفلاحة لأنه في ذاكاً ألا ما شاء حسنا حسنا وقلبنا في السيفيديالو وقلبنا في الحزب والإريني وقلبنا في الحزب والإريني وقلبنا مجرد معطيات وقلبنا حتى فلا ماب ما لا وجدنا ولكن كل شيء يعرف بأن السياسة الخنوش في 2007 جاء وزير الفلاحة باسم تجمع الوطني الأحرار ولكن رأى فات السياسة أحردان الله يرحمه وقال بأنه قدما لهم في 2007 لكي يتقدم باسم حركة الشعبية وصوتوا تصويتا سريا بالإجماع أنهم لم يتقدم باسمهم هذا يفجر السياسة وفي 2012 قدم استقالته كما سمعتم من التجمع الوطني الأحرار وفي 2012 قدم استقالته بدون انتماء كوزير الفلاحة وفي مايه 2016 قال لن يترشحه ولن يعود للتجمع الوطني الأحرار وأنه اعتزل السياسة هذا هو حوار في 2017-05-2016 وفي مايه بحالة الوقت وفي 28 أكتوبر 2016 قدم رئيس تجمع الوطني الأحرار وفي أبريل قدم وزير الفلاحة وفي 10 أكتوبر 2021 قدم جلالة المالك هذا هو المصار هذا هو المصار الذي يجبنا أن نصلحه مرة 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 لأن هذا شيء قام صاحبنا هذا هو عدم الوضوح وعدم النزاهة قلت أنني قلت أنني قلت قلت أنني قلت أنني قلت أنني قلت أنني قلت وعدم النزاهة التي قدمت على التدخم والحوار الاجتماعي وبعد تعديلات دينا فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي هذا كله غير تحييل هذا الذي قال يوم الأربعة نعم سيد ريس فإذا دعم الأراميل هو جاقل نحن تحملنا المسئولية ووجدنا ستوى سبعين أرمانة يستفيدنا برنامجنا ستوى سبعين ألف واليوم هناك أكثر من 375 ألف أسرة تتحمل المسئولية يا نساء نساء أرمانة هذا كله اللي قدمكم من 2016 إلى 2022 هذا أرقام ما شهدنا هذا أرقام جاية طبقا للقانون التنظيمي لقانون المالية في الوتائق الرسمية ما كانوا في 2016 ما كانوا في 2017 ما كانوا في 2018 2019 2020 2022 126 ألف السيد رئيس الحكومة لا يوجد 76 ألف وهذه صافيين وهذه أراميين الذين لديهم أبناء هل أنت تتكلم عن أسرة؟ أرى أنهم يدخل فيهم نساء الذين لديهم أبناء فلذلك يجب أن يكون الوضوح أرى أن أرى أن تكون أرامي التي تتقضى فلذلك الأولاء نقول أن هذا ما يمكن أن يكون في دولة التي تكون هناك مسئولية المسئولية تكتبع تقول حلقتي حيار تقول هذا الرقم وقال أن ترى ما كان من 2023 في أكتوبر 2023 وقال أن تدرك فلذلك ما هو ما هو ما هو ما هو سيدريس من حيات الولادة؟ سيدريس أرى أن أخفف عليك سيدريس سيدريس ما هو أرى أن يكون هناك مسئولية سيدريس جيد هناك صورة من حيات الولادة ها.. ها.. هيا.. ها .. هيا .. ها هيا.. ها ها.. هيا .. هيا .. هايت منحة الولادان اللي كيقول.. جاب طابلو على الله و كيقول فيها.. تلتمية.. 17 ألف سبعتاشر ألف 17 ألف 17 ألف مش هو .. و utilized قبل منه .. قدم .. اهو رقم ها هو الرقم ها الرقم .. الرقم هو 2887 الهو .. لم يمكن ذلك جميعا .. شوية ديال.. الذين ذات قامت في هذه الماستر så هو هل تنتهي؟ لا، في مجلس المستاشر الذي يتحدث معه هو وزير العلاقة من برنامان قال أنه خطأ مادي هناك راقم المادي هنا، هناك سبعة من المستاشر أين سبعة؟ رامد رامد نفس الأمر، قال أنه قد أدنا من المستاشر و أجلت عسرة جملة رامد نفس السيقاتي، لكن هذا الرقم 18.440.440 ليس صحيحاً نقول أنه سيدي سوف يترجعون هذا الشيء من نهار الذي يبدأ تعميم رجالة الملك في أول سنة الحكومة تسعب إليها بالكيران هذه الأرقام هي التي تأتي بجميع الوثائق من القانون الخاصة في المذكرة وحتاف المذكرة للوزراء هذا هو الرامد الرامد بدأ في 2013 بخمسة الملايين مستفيد دعونا نقوعه في المستفيدين خمسة الملايين وصلنا منين جاه هو جبار 17.410 ملايين في 2022 يعني في يعني في لا لا جاه هو والتي كانت الحصيلة طبعاً واضحة هو الذي يقدمها نحن 18.440.000 وهذا ركينا في صفحة 37 من المذكرة ومذكرة القانون المالية 2023 والتي كانت تكلف حوالي جزء الملايين لا هذا كانت تكلف حوالي جزء الملايين فإذا هذا الصحيح الثالث حتى هذا نحن نقضى في إطار الإجبارية جلال الملك حدد واحد الجدولة في 2022 و2022 يخص تعميم وتكلم على 22 مليون فهذا الآن الذي لدينا هو الحساب الذي يقول فقط عندهم 10 مليون و130 مليون مستفيد ومستفيدة إلى حدود شتنبر 2023 فهذا العمال المهنيين ومستقيم الأشخاص غير الأجراء يفرضون فيهم 11 مليون هذه 11 مليون كينا فقط 13% من يجل من 27% الذين لديهم حقوق مفتوحة مع أننا اليوم تقريباً لدينا 8 زائد 10 هي 18 مليون الذين خارج تغطية فإذا 8 مليون مواطنين الذين يكونوا يدوزون من نظام مساعدة طبية ومن نظام المتضمون لم تكن من أجل من نظام 2022 ومن الان حتى الآخرين كيف المشكلة لم تكن من الأجل من هذا المهنيين؟ هذا كان في 2021 في قانون المالية ما يسمى مساهمة المهنية الموحدة هذه المساهمة الموحدة تكون إجبارية تخذنا لنا الصحار 6700 آغات تخذناهم صحار وقامنا للغاية ومن الأجل من الحوار مع المهنيين واحد فاصل مليون ومص المليون وستعمال السينتين الذين دخلوا منه 266 ألف هذه المهنية إذا عدنا 10 مليون زائد 166 ألف هي 10 مليون ومص البقية لا تكفي نز hari المطفل الصحيحية الإجبارية الوعود الكرامة قالوا دعم المباشر 3.5 ملايين أسرة 12 ملايين مستفيد 5 ملايين من الأطفال ومن هذا 5 ملايين من الأطفال هناك 1.5 ملايين لديهم أقل من 5 سنوات وكان أعطيه الأسرة التي تعيد لديهم أكثر من 10 عام هي 1.2 ملايين يعني هذا شيء قلنا شريف هذا ألف درهم بدأتها أو لا بدأتها؟ لا بدأتها لا بدأتها لا بدأتها لا بدأتها لأن أمريكا تعطينا هذه 1.2 ملايين أسرة التي تعيد شخص لديهم أكثر من 60 عام هذه عامة يمكن أن يكون فيها الإعاقة يمكن أن يكون فيها الكثير من البرامج أسرة محتاجة لذلك يجب أن يكون فيها الوضوح هذه لا تحتاج الوضوح هذه المعنى أنه لا تحتاجها وفي المناسبة لدينا لا تحتاج الوضوح فهنا وترغبنا هذه هي التعليم هل ستنكفنا نقفت في المنزل أو شانية؟ و بعدما تمت اعتباراً.. نعم ولكن في التعليم سوف يقوم بتغطية مجددا من العقد و سوف يقوم بإمكانه الмиجرة الأدنى للأستاد هذه التكوين ما الذي فعله؟ من الممكن أن يقولون يلمنته سأنه ما الذي يقوم به وهذا رجل قام بإمكانك فلا مناسب وهذا فعله في 2018 وقد أعلن معه وقد عاده رئيس حكومة السابق وقد أخدته اليوم وقد أدخل فيه اليوم لم يكن لا أكن حصل في أن يجعل أن نكون الحيوار بالإدراء في хочرام الأ الشماء يمكن أن تكون حيوار الفئات للحوار وكيف تأخذ من المصارات كيف تقوم بالمرضة هذا؟ الأمر لو كان عالق لدى وما خلف حيوار منا بكل شيء حسنًا هل أن هذا الفئة وخمسمية الدرهم ثم لحظة اللحظة سنتين الحيوار ومعاله للحيوار ثلاث شهور تأخذ لأدراء تلت شهور تلت شهور تلت شهور يجمع عالفهم واليوم نتضاركوا باش نتضاركوا بالتعويضات نتضاركوا في العطال ونعطيهم 200 دلم 300 دلم 400 دلم ساعة واذا نتضاركوا بهذا الشيء سنكونوا ضمن 60 دولة الأولى من حيث الرياضة والأمنيجا تتكلمنا على مدرسة الرياضة ويتكلمنا على أنه لدينا 626 مؤسسة من أصل هذا الشيء أزياد من 12 ألف لا تمثلوا إلا 5% إلى 5% نضربها على عدد سنوات اللي باقية لك شوفوا كيف سنوصل لهذا الشيء لا سنوصلوش وكتقول 300 ألف التي استفدت من درسة الرياضة وتحركت من أصل 90 مليون 3.3% ثم الأفضع هو أنه هذا الشيء مع الأسف الشديد أنك مشيتك تلقى واحد دعم مالي من دولة أجنبية من أجل أن نتقرر أبناء المغاربة في الإعداد الفرنسية هذا الشيء سنضاره من درسة الرياضة لا يمكن أن تفريد ذلك وكي يقول لك أن هذا المدرسة الرياضة وكي يدعى المستوى أربع مرات وكي يدعى المستوى أربع مرات في العربية وثلاثة مرات في الفرنسية يرى القصد وهذا وهذا 130 مليون أورو التي تقدمت يقول لك أنه يدعى المرتبة لكم جيدة وهذا عيب ولكن هذه المدرسة لا يريد أن ندخلها لهذا الشيء وكي يدعى المرتبة لكم جيدة فيما يتعلقون بالتدخم وغلاء الأسعار هذا التدخم ما هو حالك؟ إذا أردت أن أردت من أجل أن يأخذ هذا الأرقام وكي يقول لك نحن خفضنا معدد التدخم من 9.1 في 2023 إلى 1.2 في 2024 وفي أبريس سيكون قد اقترب من السفر رحمك الله هناك شيء هناك الأرقام هناك الأرقام يقول لك المصدر في 2020 كان 0.5 في 2021 كان 0.7 في 2022 كان 0.6 في 2023 كان 0.6 في 2023 كان 0.7 لكن الآن كان يتكلم على معدد ما بين 2025 و 2026 و 2024 يمكن أن ينزل لأننا نريد أن ينزل ولكن هذه الأرقام الذي يتكلم عليها وهذا الشكل الذي يتبته وهو حتى معنوية أسر وثيقة الأسر رباين من 2008 ما عمرنا وصلنا لهذا المستوى للأسر والثيقة وهذا بسبب تدخم فلذلك عندما تغطي تغطي نعم نعم تدخم يعني عشرة درهم مقارنة بالبارخ لا شيء ولا ميت درهم ولا ألف درهم ولا لقاء المنظر بالنسبة للسابق والحاضر بأنه فيها ارتفاع وأنا سأشرح الارتفاع دبالهن وعن نرىكم حوار الاجتماعي هنا أول حاجة قال لك سيدي الزيادة العامة في أجل القطاع الخاص أنا أريد أن نعرف هو يعمل القطاع الخاص كيف تدر الحكومة ستزيد الناس في القطاع الخاص ما هو الوسيلة؟ عندك أحد يلقى الأدنى للأجر من غيره ما عندك شيء خاذ علمون الشغل كانوا امتزامة العقود هي تلعب دور ونفتح للحكومة ما ستقول له بدي هذا بدي هذا حسنا طيب أنت سيديم تسيدي الشركات الصغيرة ومتوسطة وخفضت ضربة على الشركات وخفضت طلع هذا المقاور هو الذي سيشوف واذا سيزيد أو لا يزيد لا يمكنك تفرض عليه نهائية تقول له بدينا ستزيد زيادة في القطاع الخاص وعلى كل حال فهي لا تتدخلوا إلى فسئية صغيرة تتعلقوا بالحد الأدنى للأجر المستخدمين الذين تتقضوا بالحد الأدنى للأجر غير معنيين أدنى للأجر أدنى للأجر نعم أنا أتكلم عندي هنا أدنى للأجر أدنى للأجر أراه بدي على الأقل 14 سنة ما هو وجهه أولا بدي طيب هذه الزيادة العام ما في أجر القطاع العام دعونا نقول لكم بعدها التمييز الأول التمييز الأول هو يقسم من هذا التعليم تعليم العالي والصحة هذو بعدها يقسمهم في الفقرات الأولى الناس الذين تغيروا الأجر خلال هذه السنة ما معنيين ما معنيين 53% من الناس القطاع العام غير معنيين لأنه مني كان حين وما كان نهضرش على الأسكريين على المدنيين المدنيين هما قدامكم مئتين وعشرة ألف ومئتين وحتشرة ألف دية تربية وطنية تعليم العالي سبعة وعشرين ألف تلتة وستين ألف دية الصحة تعطينا مئتين تقريباً وخمسين تلتة مئة ألف تلتة وخمسين تلتة وخمسين في المئة من الموظفين من القطاع العام وماذا حقيت اليوم؟ هذا تعليم العالي تلتة ألف وخمسمائة درهم في ألف وخمسمائة درهم هي تلتة ألف درهم هذا شخص قرأ سبعة سنين خلينا نقول مور الباكالورية يعني قرأ الإجازة زاد دكتوراه سبعة سنين ستية تلتة ألف درهم هذا تلتة تربية الوطنية تقول لحد الأدنى هو ألف وخمسمائة درهم نفس الأمر بالنسبة للصحة ستهمت ألف وثمانمائة درهم بالنسبة للعطبة بالنسبة للممرضين حتى وما كانت واحدة زيادة طيب هذو كلهم فوق ألف وخمس ألف درهم قرأت قرأت لقد قرأت ألف درهم على مرحلتين يوليوز 2024 ويوليوز 2025 خلينا في الإقصاء بعد الأجراء الذي يتقدم الأدنى للأجر 1.5 مليون لا يعني من أن يضيف لهم المهنين في فقراتين رابعة ملتفة يقول بأن المهنين المهنين غير معنيين المهنين حتى واحد سيد يخدم على رأسه عندهم ضريبة على الدخل لا يقصيها لا يقصيها لا يقصيها لا يقصيها لا يعني هذو غير معنيين لا يعني 3.5 مليون لا يعني فإذن الإقصاء الأول هذا غير في القطاع العام وفي القطاع الخاص هذا أنت وفي القطاع الخاص وفي القطاع الخاص وفي القطاع الخاص حسنا الآن تبعوا معي لأن هناك ما يتعلق بالموظف العمومي والإخدام مع هذه الدولة وفي القطاعات وفي القطاعات إلى غير ذلك وفي مؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعدد لله السنوية المعدد المتوسط للأجر الشهري هو 8271 هذا كانت في 2021 ما؟ هكذا وفي القطاع المعدد وفي القطاع العمومي كان قطاع Elder فإن كانagi ومع تلك المعدلات في عام ٢٠٢٣ ونحن نتحدث عن ٦ يعني ٥٠٠٠٠ درهم محدخم نحن ندلنا أن نعدل لأنه سوف أعطيها ٢٠٢٣ و ٢٠٢٥ نقولوا أننا خلال ١٤ شهر خلال ١٤ شهر نقولوا أن هذا هو تدخم ونقص، لا يجب أن يكون ٤٠٠٠ درهم لكن سوف يكون ٤٠٠٠ درهم إذن، عندما نرى التدخم ٢٢٢١ الذي كان أقل من ١٠٠٠ كان المعدل الأجري ٨٢٢١ لكن الآن ما حال؟ عندما نقصر هذا الشيء، نجبره خسر بسبب التدخم، الموظف العمومي ١٤٥ لا ندرج على المواطن العادي الأجري في القطاع الخاص وقتع العمارة وكيف حال معدل ١٠٠ درهم؟ ٢٨٠ درهم عندما نضف له ٢٠٠ درهم انظروا ٢٠٠ درهم ونشده ٢٠٠٠ ونشده ٢٠٠٠ ونشده ٢٠٠٠ درهم ٢٠٠ درهم قلنا له أبدأ وأخرج قليلاً رفضها هذا تعديل قدمناه سنتين 2023 و2014 ما قبلوش وقلنا له الطبقة المتوسطة حتى هي يخص يخصك تنزلها من العشرة الثمانية في المئة من الثلاثة من الثلاثة الثالثة عندها على كل حال عندها الآثرة ولكن تتم واحد فئة عورية نسيت نذكرها وقلنا في المعاشات وقلنا من أن يكون تدخم فوق 4% هذا الأجر يمكن أن يكون تدخم فوق 4% الأجر الصافي الموظف العمومي وحتى القطعة الخاصة وممكن أن يساهم توافاته كيف تزيد له 0.5% فهذا الأجر يمكن أن يكون تدخم فوق 4% ومن أن يكون 4% نحن يمكن أن تزيد معه 1.5% لا تقبل هذا التعديل التعديل الآخر تواقب له جزئيا وهو يتعلق بالمبلغ الخاص من أعباء العائلية من ٢٠٩ ما تغير كانت فيه ٣٠٠٠ درام كنا نمت دراقلي كنا نمت بـ ١٠٠ درام تواقب له ١٠٠ درام لكل حالة تعديد تقدمنا به لمدة سنتين تعديل الآخر هو زيادة في الأجور والمعاشات بربع نقطة عن كل نقطة تفوق 4% في مؤشر تدخم هذه هي التي شرحت قبلها حسنا قبل أن نستخدم الحوار الاجتماعي دعوني لكم الإقصاء الآخر فهذه الآخر فهذه الآخر قبل أن نستخدم الحوار الاجتماعي لأن هذه الناس التي تزيدهم يقول أنه من أجل تسويات وضعها نظام الأساسي لا تسمعون أن تتعلم من المناسبة ما الذي لا يعرفه ما يتعلم عن الزنزانة السعود ما يتعلم عن الزنزانة العشرة لا تفهمون أنتم فإذا كانت هذه الزيادة التي تزيد لك الذين تتعلمون لدينا نفس الإجازة الذي يتعلم في التعليم كحد أدنى و الذي يتعلم في خطاء آخر لدينا ألف درهم و ليس غير هذا هناك من المتقاعدين حيث هذه السلة تزالت على الموظف عمومي ستعلمون ألف درهم ولكن المواطن لا تتكلمون على خمسمية درهم لكن أريد أن نقول ألف أن هذه ألف ونقصيها للناس هذه المتقاعدين هذا موظف ماذا تتعلمون؟ تحجر لكن هذه الألف درهم بالمناسبة هذه القفة ليست زادت الوقود 3-47% اللحوم 17% الخضر و الفواكه 15% الخضر و الفواكه 8% هذه القفة ليست كل شيء ليست كل شيء على هذا الشيء لا تتسويقها أو أحد من فهم جديد أو تتخليطها أما الحم لذلك هذه النتائج هذه التضخم الذي لا يعرفه لا شعر بها على كل حال هو الحكومة حيث حوار جديد معي يا أختي عبر الحكومة ها هو قدامكم ما أعطيب في لالي الله يرحب هذا هو قدامكم ما أعطيكم كلفة ليست كلفة عبد الحمال ليس كذلك كلفة لديها تتمكن الموظفين و أعوان دائم الدخل المحدود من سلف قدره 15 ألف درهم من إقتلاء الزاكن قد تعدك النقاش حول السلفات الصغرى أهلادك حدف سلالي من 1-4% زيادة في الحد الأدنى للأصل في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي درجة طو زادت 300 درهم من الأعوان الموظفين في السلال من 1-4% و 400 درهم من 7-7% و 400 درهم فوق 9 تقريباً لكلفة المخرجين ولكن نرى التحت ماذا كانت النسبة لي تدخم ماذا كانت النسبة لي تدخم كل واحد راكال 8 فعاد عبد طيفيلي و 4 فعاد عبد الرحمد يوسف و 4 فصيلة 4 في درجة طو عباس الفاسي و 3 طو كل شيء يجب أن قالت الموظفين قلت 1 سنة أتعلم مع الساعة العثماني نفس الأمر 500 درهم في سلالي من ستة سبعات من ستة وعشرة وربع مئة درهم من ستة وعشرة والرفع من سعودات العائلة من مئة درهم واسميق واسميق 14 مليار فاصيلة خمسة 1.3 أنا جيل 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 سليد جيل لغا سليد جيل سليد جيل أعزيز أخ نوش هذا الشيء الذي يطبق الحوار هو ديال 30 أبي 2022 هذا الشيء الذي يطبق الحوار هو ديال 14 سلسة ديال المليار درهم ولكن نسبة تدخون 6 سلسة فإذا أنا شرح تكون بالخشيبات من يجب أن يكون تدخون ممكن أن نزلوا بش حركة فلذلك هذا آخر سليد ها هو هذه الإجراءات التي دار سعب إيلا بن كيران فيما يتعلقون هذه الإجراءات الاتفاق التي تتكلموا عليه هذا سعب إيلا شرح من واحد شوية وغاي يجيل الوقت ونقول له لأن البعض رقال رقال شتحنا يا ما تبع التشيحي ونحن مستقل ليلة وإلى غير ذلك والدعم لدينا ومساند لدينا كي سوى الذهب بالفعل كي سوى الذهب فإذا اليوم سعب إيلا دار رفع متعويضات العائلة من 200 إلى 300 درهم؟ لا أفهمت أيش أهو أستاذ شوف أستاذ شوف ألما لقيتها اجتماعي رأي شوف شوف فإذا إحنا هذه المخترحات هذه المخترحات ما سرعب إيلا في إيلاد لا أسأل حوار الجمائية نظر زيادة كل 3 درهم حسنا حسنا مجموضة قد أسأل هناك تحصى الهدناة وصلح إلى 3000 درهم ووما اقام جميع حوار الجمائية في وظيفة العمومية لا في الوظيفة العمومية الحدف حدف السلاليم من 4 على 6 من ما يبقى يطلع هذا ما يتعلق بالحيوة الرجيمة عبر الحكومة هذا المنطقة المقايضة كنت أقول لكم لماذا منطقة المقايضة؟ كنت أقول لكم هذا ألف دلم قليلة في حقه ولكن تأخذ ألف درهم ومعها تقاعد ومعها قانون الإدراك ولم تأخذ قانون النقابات المهانية ولم تأخذ مدونة الشغل هذا المنطقة المقايضة للأسف الشديد لأن الجوانب الشريعية لديها طريقها لا باش غادي تمشي طيب فهنا هدوهما الجوانب اللي بغيت نسلط عليها الضوء نسلط عليها الضوء فيما تقدم به يعني يوم 8 ماي من معطيات اللي نتابه هدي يال نحن كنصحوا بعض الأخطاء أرجو أن تنتبه إليها لتصداركها بكل مسؤولية وتوضع شكرا لكم هوية بريس نحو إعلام هادف ترجمة نانسي قنقر